وللمزيد من المتابع ينضم إلينا مباشرة من مدينة قزان الروسية موفد تلفزيون المصري علاء رشوان علاء هل لك أن تطلعنا على آخر التطورات لديك وذلك من خلال مشاركة السيد الرئيس في هذه القمة المهمة قمة تجمع براكس والتي تشارك فيها مصر للمرة الأولى لا يزال الزعماء والرؤساء وقادة الدول والحكومات المشاركين في هذه الدورة من دورات انعقاد تجمع دول البريكس لا يزالون يتوفدون على مدينة قزان منذ قليل وصل الرئيس الجنوب أفريقي ومن بعده الرئيس الإيراني ويتوالى وصول الرؤساء والزعماء لحضور هذه القمة الهمة التي توليها روسيا أهمية خاصة وجاء اختيار شعار هذه الدورة السادسة عشر تحت عنوان تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين ليكون شعار تندرج تحت منه كل الاجتماعات والفعاليات التي سوف تنطلق باكر الغد وتستمر حتى يوم الخميس المقبل اليوم وتحديدا في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت موسكو وهو توقيت القاهرة سوف يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع موسع يضم وفدي البلدين اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي يعقدها الزعيمان لتنصيق المواقف وتنصيق وتعزيز التشاور بين البلدين حيال الكثير من المستجدات الإقليمية والدولية الرهنة ذات الاهتمام المشترك واستعراض أيضا أطر التعاون من خلال العلاقات الثنائية الوصيدة التي تجمع القاهرة على كافة الأعصادة خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري السيد الرئيس سوف يستهل مشاركة سيادته صباح غد بحضوره الجلسة الافتتاحية لاجتماعات قمة البريكس في دورتها سادسة عشر وهي يلقي سيادته كلمة مصر الهم التي يستعرض خلالها مواقف الدولة المصرية حيال الكثير من التطورات الآينية إقليميا ودوليا والتي باتت تضغط على حالة الأمن والسلم في أجزاء كبيرة من العالم وتلقي بضلالها السلبية على حركة الاقتصاد العالمي وحركة نمو وتسارع وتيرة التنمية المستدامة يستعرض خلالها أيضا السيد الرئيس الفرص الوعيدة أمام المستثمرين من الدول الأعضاء في السوق المصرية في ظل الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية طوال السنوات الماضية منذ إطلاق البرنامج القومي أو الوطني للإصلاح الاقتصادي مرورا بأتطورات الاقتصادية الهمة التي طرأت في مصر مؤخرا وإشادة من جانب المجتمعين على مستوى الوزراء المعنين والمسؤولين المعنين الذين حضروا لهذه القمة طوال الأسبوع الماضي إشادة بيئة تطورات الاقتصادية في مصر وتصريحات من هنا ومن هناك تدل على ترحيب أضوية مصر لهذا التجمع بالإضافة إلى الدول الأخرى وهو ما يعطي زخم وقوة ومتانة لهذا التجمع من المعروف أن هناك طلبات من أكثر من 38 دولة للالتحاق بركب هذا التجمع سوف تنعقد هذه القمة وسط تحديات كثيرة من بينها عدد من الموضوعات المدرجة مثل توحيد العملة الوطنية بين كل الدول الأعضاء النظر في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات الصحة والتعليم وتسرية وطيرة التنمية المستدامة توطين التكنولوجيا الزكية التغيرات المناخية وتحديات البيئة وغيرها من هذه الموضوعات الساخنة والهمة التي باتت تفرض نفسها على كل تجمعات الاقتصادية ومن بينها تجمع البريكس الذي حقق في الفترة الماضية عديد النجاحات كان أخرها إنشاء صندوق الطوارئ برأس مال 100 مليار دولار إنشاء بنك التنمية الجديد برأس مال 50 مليار دولار أو كما وصف هذه الدورة من دورات نعقاد البريكس نائب وزير خارجية روسي بأنه أكبر تجمع سياسي تصديفه موسكو خلال 2020 عام الماضية كما أردت ريهام يستمر توافد ووصول الزعماء والرؤساء والقادة المشاركين في هذه الدورة ومن المنتظر أن تطرح أمام وسائل الإعلام الكثير والكثير من التصريحات والبيانات التي تشير إلى حجم الموضوعات والقضايا التي سوف تكون مطروحة على طاولة المباحثات ابتداء من صباح الغد ومدار اليوم ويوم غد ويوم بعد غد ليخرج في النهاية بيان قمة قزان الذي يحمل الكثير من التوصيات أو ملامح للعمل المشترك داخل التجمع سواء على المستوى الاقتصادي أو حتى على مستوى تعزيز التنصيق والتشاور بين الأعضاء حيال التطورات الإقليمية والدولية الحادة والراهنة التي تطفي بظلالها على عليات العمل والتعاون بين الدول الأعضاء على جانب آخر يستمر سيد الرئيس ابتداء من تساعة مساء اليوم في إجراء عدد من اللقاءات السنائية التي تجمع سيادته بعدد من القادة والرؤساء والزعماء المشاركين في هذه القمة لقاءات تهدف في الأساس إلى دعم وتعزيز أطول التعاون بين مصر من جانب وبين هذه الدول من جانب آخر على كافة القصادة خاصة على الصعيد الاقتصادي والاستثماري والتجارة البينية أو فيما يتعلق بتعزيز التنصيق والتشاور بين القاهرة وهذه العواصم فيما يتعلق بالقضايا الرهنة الملحة التي باتت تهدد حالة السلم والأمن ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط وإنما في مناطق أخرى وتطفي بظلالها السلبية على حركة الاقتصاد عالميا أو فيما يتعلق على الأقل بالاقتصاد الخاص بالدول الأعضاء في قمة بريكس أشكرك جزيل الشكر موفد التلفزيون المصري علاء رشوان متحدثا إلينا من مدينة قزان الروسية شكرا جزيلا على هذه التوطية الوافية